طبس عربية قناة ثقافية عربية متنوعة تسعى لجعل اليوتيوب العربي مكانا مليئا بالعلم والثقافة والتسلية من معلومات حقائق غرائب وعجائب أغرب عشر أفضل عشر وهل تعلم والمزيد من المعلومات المفيدة والمتنوعة التي نقدمها لمتابعين الأوفياء القرش حيوان بحري ضخم مفترس وهو يمتلك أسنانا حادة قادرة على تقطيع أي جسم إلى أجزاء ويعتبر القرش الأبيض من أكثر أنواع القرش التي تهاجم الإنسان ويأتي القرش النمر والقرش الثور بعد ذلك ويقدر معدل أعداد هجمات القرش في العالم سنويا ب155 هجمة منها 88 هجمة غير مبررة ويتركز أكثر من 75% من تلك الهجمات على سواحل الولايات المتحدة تليها أستراليا وفي هذا الفيديو المثير سوف نعرض عليكم أقوى هجمة تعرض لها الإنسان من سماك القرش سوف تصدمون عند مشاهدتها راندي فري هو مهندس أمريكي يعشق السفر والسياحة وهو يعيش في العاصمة واشنطن وقد قادته إحدى رحلاته في صيف 2004 إلى ولاية كاليفورنيا حيث الشواطئ العذراء الجميلة المطلة على المحيط وكالعادة استحب الرجل زوجته وابنه الوحيد معه في رحلته في أحد الأيام قرر الرجل القيام برحلة رفقة أحد أصدقائه الذين تعرف عليهم في المنتجع الذي كان يقيم فيه حيث ركبا قاربا وبدأ جولتهما في عرض البحر كان الجو جميلا وكل شيء على ما يرام في ذلك اليوم حسب ما قاله الرجل قبل أن يظهر كائن عملاق وبدأ يلاحق القارب الذي يركباه لقد كان القرش يبدو بمظهر مخيف فهو كان ضخما وشريسا ومجرد النظر إلى أسنانه القاطعة يجعل الإنسان يفقد الأمل في النجاة من الموت كان القرش حاول الوصول إلى راندي وصديقه بأي طريقة وعندما فشل في ذلك بدأ بعض القارب وكاد أن يحدث به ثقوبا عندها تدخل راندي وأحضر عصاص نارة صيد كانت على متن القارب وحاول ضربه بها لكن هذا لم يجدي نفعا بقي راندي يضربه في محاولة لإبعاده عن القارب الذي أصبح في خطر حقيقي لكن حدث ما لم يكن في الحسبان فالقرش أمسك تلك العصى بفكه وسحب راندي إلى الماء بدأ الرجل يصرخ وكان صديقه يتحرك في جميع الجهات من أجل تقديم المساعد له لكنه لم يجد طريقة لفعل ذلك بمجرد أن سقط راندي في الماء حتى هاجمه القرش وعضه من يده اليمنى وقطعها تماما ما جعل الدم يطفو على السطح وجعل راندي يفقد الأمل تماما في مقاومة ذلك الوحش هاجم القرش الرجل مرة أخرى وتسبب له في جرح عميق في قدمه اليمنى وفجأة هدأ القرش لبرهة وهو ما جعل راندي يقترب من القارب وهناك أعطاه صديقه حبلا صغيرا تمسك به راندي ثم سحبه صديقه إلى القارب ورفعه كان الدم ينزف بغزارة من يدي ورجل راندي ما جعل صديقه يحاول توقيف النزيف بربط الجروح بقميصه بدأ القرش العملاق يضرب القارب من جديد ويعضه محاولا اسقاطه في الماء لكن ولحسن الحظ ظهرت سفينة صغيرة كانت تعبر من ذلك المكان ولحظ طاقمها أن قارب راندي وصديقه يتعرض للهجوم حيث نقلهما من علامة القارب إلى السفينة وهناك تلقى راندي الذي كان مغمى عليه الإسعافات الأولية وتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى حيث تم علاجه ونجى من الموت بأعجوبة